اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاءك حق وقولك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر الإسلام وأهله في كل مكان وكل زمان يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم وفقه ونائبه لما فيه خير صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب نسألك يا رب العالمين نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذا الحرم المبارك أن ترينا عجائب قدرتك في أعدائنا أعداء الإسلام يا رب العالمين اللهم إن أعداء الإسلام قد طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترينا في أعدائك أعداء الدين عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحفظ علينا بلادنا بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه اللهم أعلماءها وشعبها وولاة أمورها يا رب العالمين اللهم إنا نستودعك بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائك أعداء الملة والدين اللهم عليك بأعدائك أعداء الملة والدين اللهم إنهم لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة اللهم إنهم قد روعوا الآمنين اللهم وأرنا فيهم بأسك يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا من يقول للشيء كن فيكون ويا من أمره بين الكاف والنون نسألك يا رب العالمين أن تحفظ علينا هذه البلاد المباركة وأن تحميها من كل سوء ومكروه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك اللهم واحفظ علينا بلدك الحرام اللهم واحفظ علينا بلدك الحرام اللهم واحفظ مقدساتنا ومقدسات المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم عم علينا بالأمن والإيمان في بلاد الحرمين وفي بلاد المسلمين كافة يا رب العالمين اللهم إنا ندعوك دعاء من أتاك لرحمتك راجيا ولكتابك تاليا ولنسكه مؤديا نسألك يا رب العالمين أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار يا رب العالمين اللهم بارك لنا ما تبقى من هذا الشهر الكريم اللهم وكما بلغتنا نصف هذا الشهر اللهم بلغنا عدته يا رب العالمين اللهم واجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله اللهم إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وخوف وخطيئة واللهم إنا لا نثق إلا برحمتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رب العالمين ها نحن نرفع وكفن الضراعة إليك ندعوك فاستجب لنا ونسألك فأعطينا ونستغفرك فاغفر لنا اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بدم مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا لصالح الأعمال والأقوال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك يسراً ليس بعده عسر وغناً ليس بعده فقر وهدى ليس بعدها ضلالة اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر اللهم واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين اللهم واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء اللهم واغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا قالين بأعمالنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ورزقا حلالا نكتثي به ونورا نهتدي به اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا واغثنا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين